مدخل مدينة تلتمر متوجهون إلى مدينة رأس العين الحدودية مع هذا الحشد الكبير معي أيضا أحد المقاتلين يدعى آريوس نتحدث معه قليلا عن التوجه والهدف وماذا سينتج عن هذا التوجه مرحبا بك آريوس إلى أين أنتم متوجهون وما هدفكم من هذا التوجه وماذا ستجنون من هذا التوجه نحن الآن في مدخل تلتمر ذاهبون إلى مدينة رأس العين لصد الاحتلال التركي ومؤذرة إخواننا في الواد سوريا الديمقراطية نحن في مجلس عسكري السرياني على الأرض من الاستعداد الكامل وهذه هي الدفعة الثالثة لنا في الذهاب إلى رأس العين وإن شاء الله عزائلنا القوية والروح المعنوية الرفاقية لدينا كبيرة جدا سوف نقوم بالدفاع عن مدينة رأس العين ومدن شمال سوريا بكل بسالة وكل ما يتطلب مننا بقوة وعزم تماما إذن المعنويات عالية جدا والعزم قوي وكما أسلفنا أيضا على أحد النقاط التي أسلفها المقاوم أو المقاتل قال بأن هذه الدفعة هي الدفعة الثالثة من أبطال المجلس العسكري السرياني المتوجهون إلى مدينة رأس العين هل يمكن لك أن تطلعنا على آخر الأوضاع التي تحدث الآن في مدينة رأس العين الحدودية؟ الآن هناك اشتباكات كثيفة على الحدود خارج مدينة رأس العين ضمن المدينة لا يوجد شيء قواتنا هي المصيد الرحامية هناك اشتباكات قوية هناك محاولات تسلل منح قبل الاحتلال التركي ولكن قواتنا تقوم بالصد بكل عزيم قوة وإن شاء الله نحن المصيدلون وسوف نقوم بالأيام المقبلة بكل عزم وإخلاص إذا أنتم متواصلون في هذه الأثناء أو في الأيام الثلاثة الماضية جاء قواتكم قوات المجلس العسكري السرياني المراكعة على حدود مدينة رأس العين هل أطلعوكم بآلية الوضع الداخلية؟ وكذلك الجاعات التي تمرها الغنوات الإحتلال التركيب عند؟